ولكن قابل ده بقى احنا عندنا 3 مباريات محلية عندنا انلعب مع امبي يوم الثلاث وانلعب مع طلاع الجيش يوم الجمعة وانلعب مع سيراميكا كيليوپترا يوم الثنين احنا عندنا 3 مباريات محلية دي مباريات فاصلة وحاسمة في الدور العام دي مباريات مهمة جدا الاهلي فرق النقاط بينه بين المنافسين اكيد فيها مسافة كبيرة ولكن في نقطة احنا لعبنا في الدور الغد دلوقتي 21 مباراة آه المنافس اللي بعدينا فيوتشر وصل لحوالي 27 أو 28 مباراة فبنتكلم آه فيه فرق 7 أو 8 مباراة وفرق النقاط مع الأهل حاليا حوالي نقطتين أو 3 ولكن مهم جدا أن نركز على نقطة مهمة لازم تكسب المباراة المؤجلة لك والناس هتوى تحسب المؤجلات من دلوقتي أنا تعرض لنفس الضغوط اللي كانت موجودة السنين اللي فاتت لا فمش أنا تعرض لده أنا أعقب كل مباراة على حدة عندك مباراة امبي يوم الثلاث اللي جاي تحضر لمباراة امبي وان شاء الله تكسبها تقفل صفحة امبي تركز مباراة الجيش من جمعة بعدها مباراة سيراميكا يوم الثلاثين فدي تلات مباراة محلية مهمة جدا قبل مباراة الوداد المغربي فيهم ضغط؟ آه فيهم ضغط بس للأسف يعني هيبقى فيه ضغط كبير جدا للفترة اللي جاية ولكن نحزن مع بعض كده حزبة بسيطة لمشوار الأهل الجاي في الدور العام عنلعب 23-5 مع امبي 26-5 مع الجيش 29-5 مع سيراميكا كيليو بطر دول تلات مباراة على الواحد وعشرين مباراة اللي عبناهم في الدور يبقى كده لعبنا 24 مباراة كم مباراة متبقية للأهل عشان يختتم منافسات الدور العام؟ بنتكلم ما يقرب من حوالي عشر مباراة مش هيلعبهم إلا بعد 26 إزاي؟ يوم 4-6 مباراة زهاب نهائي دور الأبطال المباراة دي هتتلاقي في القاهرة فمن 29-5 إلى 4-6 مباراة في الدور هنلعب المباراة الزهاب يوم 4-6 طيب من 4 إلى 11 تبقى لليحة ربطة الأندية مفيش مباراة في النص للدور العام؟ هتحضر وتشتغل بس على مباراة أفريقيا من يوم 4 إلى يوم 11 طيب الأجندة الدولية المنتخبنة هتبدأ من يوم 12 من 12-6 إلى 20-6 هيلعب مباراة مع غينيا في مراكش يوم 14-6 وجاري الإعداد للتحضير لمباراة ودية غالبا ممكن تكون في القاهرة في ختام الأجندة الدولية إذن تبدأ تحسب إلى 10 مباراة المتبقية للأهلي في الفترة من 22 أو 23-6 لغاية تبقى للمعادل اللي قاله الأستاذ أحمد دياب رئيس ربطة الأندية 27 بس أنا حسبت حسبة كده هو لسه يكيد الحج عامر حسين خلال الساعات اللي جاي هيطلع الحسبة دي بس أنا حسبتها فكرة إن الأهلي يلعب من 22 أو 23-6 إلى 27 مطشط يعني هل ده ممكن يحصل يعني أنا حسبتها لقيتها صعبة مثلاً هتلعب بعد نهاية الأجندة 26 هتلعب 24-6 مثلاً 28-6 1-7 4-7 8-7 12-7 16-7 20-7 أنا حطيت بين كل مباراة والتانية في مباراة 72 ساعة وفي مباراة 48 ساعة يعني ضغط يعني مش هعمل مثلاً مباراة كل يوم استحالة فعلى قدر الإمكان حطيت 8 مباراة في الفترة من 24-6 إلى 27 يعني نتكلم في حوالي 25 يوم 8 مباراة يعني كل 72 ساعة مباراة في المتوسط متبقي جولتين هل الجولتين دولها هتلاعب بقى في الأسبوع الأخير من 7 في الظل إن في بطولة عربية فممكن الدوري مش هيتوقف أثناء البطولة رغم إن في الفريل المنافس معنا في الدوري هيلعب بطولة عربية هل الدوري ممكن يستكمل في أول تمانية بعد ختم البطولة العربية ده اللي هننتظر بقى خلال الساعات اللي جاية ولكن بحزبة الورقة والقلم كده فكرة إن الأهل يلعب 10 مطشاط من 22-23-6 إلى 27 تكاد تكون مستحيلة تكاد تكون مستحيلة لإن الأهل مؤجلاته بسبب وصوله نهاء إفريقيا ومشاركته في كاسة عامل الأندية لا فارق المباراة النهار ده بنعب في الجولة 29 والأهل يلعب في الدوري 21 مباراة فالفارق ده أكيد هنشوف الفترة الجاية إيه اللي ممكن يحصل لما الاتحاد أو ربطة الأندية تحديداً تعلن عدد مباراة الدوري في الفترة اللي جاية قدر الإمكان حاولت بس أقربكم من الصورة اللي هيحصل في نهاية دور الأبطال والموعيد المنتظر الفترة الجاية عشان نقول لكم أبرز الأخبار والمعلومات وكمان ركزنا على الدوري شوية وقلنا المراحل الجاية في الدوري العام الناس ممكن بقى تسألني دلوقتي على الغيابات عندنا إصابات الوضع زي ما قلت لحضراتكم قبل كده عندك كريم فؤاد وأكرم توفيق دول إن شاء الله مكملين لغاية آخر الموسم صعب جداً يلحقوا بمباريات الدوري أو مباريات إفريقيا محمد الشناوي هو هيبقى يعني الحالة الوحيدة الطبية اللي هيكون فيها متابعة خلال الفترة الجاية على أمل لحاق الشناوي بزهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكوا عارفين إن الشناوي طبعاً تعرض لإصابة وما كانش موجود في ماتش للترجي التونسي وكده كده موقوف في ثلاث مباريات الدوري العام يلحق مباراة أربعة ستة لسه يعني سابق لوانه نهاردة واحد وعشرين خمسة بنتكلم في حوالي تلاتاشر اربعتاشر يوم فهنقل شوية من فكرة التفاصيل الطبية المتعلقة بالشناوي لغاية لما نقرب شوية من موعد النهاء الجهاز الطبي بيشتغل في نفس الوقت كمان الشناوي عنده حماس كبير جداً يكون موجود في النهائي بإذن الله لكن هننتظر شوية ونتمهل شوية في التفاصيل المتعلقة بعودة الشناوي للتدريبات والمباريات الجامعية النقطة الأهم كمان ودي رسالة الجماهير الأهلة على السوشيال ميديا كل ما نقلل الكلام على مباراة نهائي دورة أبطال إفريقيا بتفاصيلها بتفاصيلها وانتوا هكيد فاهمين ناصد ايه بتفاصيلها الدنيا هتبقى هادية وهتلعب نهائي بدون أي ضغوط لأن البعض ممكن يبدأ بقى يفكر في أي حاجة وانت داخل على موقعه ومباراة مهمة جداً مع الأشقاء في نادي الودات فأكيد تركزنا كله على الدوري وبلاش بقى ايه بعض الناس اللي بتتكلم في تفاصيل مش موجودة ومش مطروحة ونركز في اللي جاي لان انا واثق ومتأكد ان النهائي ده هيكون قرنفال عربي في بطولة إفريقية وبإذن الله ان شاء الله ربنا يوفى الأهل وانا عندي ثقة كبيرة جداً ان الأهل هيقدر يعود بالأميرة السمراء يوم 11 يونيو ويكون كاز دورة أبطال إفريقيا هنا ان شاء الله في مقر الأهل وفي قناة الأهل في يوم 12 ستة